نمر بيوم صعب قلب الشعب منفطر مع سائر مواطني إسرائيل اصبت بهول الصدمة إفرى القتل الفضيع بدم بارد لستة من مختطفين أقول لمخرب حماس الذين قتلوا مختطفين ولقادتهم دمكم مهدور ليهدأ لنا بال سنطردكم ونقبض عليكم وسنحاسبكم مواطنو إسرائيل نقاتل في كل الجمهات ضد عدو فضل يود أن يقتلنا جميعا صباح اليوم قتل ثلاثة شراطيين في الخليل مواطنو إسرائيل جهودنا لإطلاق سراح مختطفين مستمرة دون توقف منذ شهر ديسمبر كانون الأول ترفض حماس ذارة مفاوضات حقيقية قبل ثلاثة أشهر السابع والعشرين من مايو عيار وافقت إسرائيل على صفقة إطلاق سراح الرهائن بدعم كامل من الولايات المتحدة حماس رفضت حتى بعد تعديل الولايات المتحدة للصفقة السادس عشر من آبا غسطس وافقنا وحماس رفضت مجددا في هذه الأيام بغضون استمرار المفاوضات التي تديرها إسرائيل والغسطة بهدف التوصل لصفقة حماس مستمرة برفضها كل المقترحات والأنك من ذلك في غضون ذلك قتلت ستة من مختطفين من يقتل المختطفين لا يريد صفقة نحن من جانبنا لن نهدأ الحكومة الإسرائيلية مرتزمة وأنا مرتزم شخصيا بمعاصلة محاولات التوصل لصفقة تعيد مختطفين جميعا وتضمن أمننا ووجودنا